اهلا بكم في هذا الاسبوع نبدأ جولة الاخبار من اجتماع وزراء مالية افريقيا انطلقت الاثنين بالرباط اشغال الاجتماع رفيع المستوى للجنة وزراء المالية الخامس عشرة التابعة للاتحاد الافريقي ونظم الاجتماع بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد الافريقي تحت شعار ما بعد جائحة كورونا ونزاع اوكرانيا تعزيز صمود الاقتصادات الافريقية والاستدامة المالية للاتحاد الافريقي والحكومة تطلق برنامجا لتكوين الاساتذة وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية اتفاقية اطار حول تنفيذ برنامج لتكوين اساتذة السلكي الابتدائي والثانوي في افق سنة 2025 ورصدا لهذه الاتفاقية غلاف مالي يصل الى اربعة ملاير درهم ينفذ على مدى خمس سنوات ودعم الوحدة الترابية يتجدد بجونيف جددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية بجونيف التي تضم اربعة وثلاثين بلدا الثلاثاء امام مجلس حقوق الانسان التأكيد على دعمها لسيادة المملكة الكاملة على اقاليمها الجنوبية والجهود التي تبذلها في تسوية قضية الصحراء المغربية ورحبت المجموعة خلال اعلان تم القاؤه بالدورة الخمسين لمجلس حقوق الانسان بافتتاح العديد من القنصليات العامة بمدينتي الداخلة والعيون والفتيت يلتقي نظيره الاسباني عقد وزير الداخلية عبدالوافر الفتيت ونظيره الاسباني فرناندو جراندي مارلاسكا الاربعاء بمدريد اجتماع عمل تمت خلاله مناقشة منفات ذات اهتمام مشترك وصلت الطرفان الضوء على التعاون المغربي الاسباني النموذجي في مجالات الهجرة والامن لا سيما مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود واتفق على تعزيز التنسيق بين قطاعاتهما خصوصا ما يتعلق بانجاح عملية العبور مرحبا الفين واثنين وعشرين والسعودية تؤكد دعم مغربية الصحراء وتنوه بجهود الملك في الدفاع عن القدس اكدت المملكة العربية الصعودية الخميس موقفها الداعم لمغربية الصحراء من جهة اخرى نوهت في محضر الدورة الثالث عشرة لاجتماع اللجنة المشتركة السعودية المغربية بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة وصيانة هويتها وتعاون الرباط والرياض في تطور عرب ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي ونظيره السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان السعود عن ارتياحهما لمستوى التعاون بين البلدين وثمن الطرفان خلال محادثات عقب اللجنة المشتركة المغربية السعودية ما يشهده هذا التعاون من زخم وتطور في مختلف الأبعاد وإلى إصابة الملك بفيروس كورونا أفاد الطبيب الخاص للملك البروفيسور الحسن باليمني في بلاغ الله أن العاهن المغربي تعرض لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بدون أعراض وأضاف البلاغ أن البروفيسور باليمني وصف فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام والحكومة تربط ارتفاع أسعار المحروقات باللا يقين قال مصطفى بيتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن سبب ارتفاع أسعار المحروقات معروف وأضاف خلال الندوة السحفية الأسبوعية أن سبب ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين يرتبط بسياق دولي مطبوع بالحرب يزيد فيه يوما بعد يوم اللا يقين مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتعزيز القدرة الشرائية للمغاربة شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة